أستاذ مساوي عجلوي قرقرات ومنطقة الفاصلة بينها يعني يرتدها كثير من المسافرين يعني كل يوم ويطلق عليها اسم قندهار لماذا؟ قندهار لأنه ربما هذه من الأسباب التي ربما قد تطرق إليها لماذا كان هناك تدخل مغربي في حدود كيلومترين ونصف قندهار لأنها كانت مساحة لتجمع تجار المخدرات وأيضا جماعات جريمة العابرة للحدود وكانت قندهار لأنها كانت مفتوحة نوسماند لجميع التيارات لكل من هب ودب ووجودها على الحدود المغربية وأيضا على الحدود الملطانية هي خطر خطر لأنه في منطقة الساحل والصحراء الآن قاعدة من خلال تقارير الأمم المتحدة نفسها أن هذه المراطق كلما تجمعت الجريمة العابرة للحدود كلما ارتبطت بمشاتل للحركات الجهادية لأن هناك تقاطع فيما يخص المصالح فبالتالي وجودها في هذه المنطقة كان يشكل خطرا أمنيا استراتيجيا وأيضا داخليا سواء بالنسبة للموريتان أو بالنسبة للمغرب ترجمة نانسي قنقر